اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند نركز مع بعض عشان عندنا الكلام مهم جدا في 3 ملفات مهمة وجمهور النادي الاهلي مهتم جدا بالملفات دي خلال الفترة الحالية طبعا ما عندناش دوري ما فيش مباريات رسمية والكل مجهول بكاسي فيفا للعرب لكن عندنا احداث مهمة على المستوى الدولي بالنسبة لمشاركة الاهلي خلال الفترة اللي جاي اول حاجة هبدأ بلقاء السوبر الافريقي ما بين الاهلي والرجاء الكل بلا استثناء براح تكلم على القرار الرسمي والخطاب الرسمي الذي تم ارساله من قبل الاتحاد الافريقي للناديين والاتحاد الكرة المصر والاتحاد الكرة المغربي ان تحدد بشكل رسمي اقامة لقاء السوبر في الدوحة يوم 22 ديسمبر بدلا من 24 وده كان الموعد المخترح بسبب طبعا ارتباط معظم اعضاء المكتب التنفيذي والادارات التنفيذية باحتفالات الكريسماس في نهاية هذا الشهر فبالتالي تحدد ان المباراة هتكون يوم الاربع الـ 22 ديسمبر عاقب نهاية البطولة العربية بحوالي اربع ايام خاصة ان اللقاء السوبر هيتلاعب وهي النسخة الاخيرة في الدوحة وتم فتح القيد استثنائي للناديين عشان يستفيدوا بالصفقات الجديدة خلال الفترة اللي جاية المباراة لغاية اللحظة دي اللي بكلمكم فيها هي مقرر اقامتها على ملعب نادي السد استاد جاسم بن حمد الساعة ستة بتوقيت القاهرة ده نفس الملعب اللي اقيمت عليه السوبر في شهر فبراير الماضي اللي الاهلي فاز فيها على نهضة بركان بهدفين مقابل لشيء والاهلي فاز فيها بلقاء السوبر الافريخ ولكن عندي جزئيتين تحديث في هذا الموضوع وعنوان جديد في هذا الموضوع اول حاجة هناك اتجاه اذا تكرر اقامة المباراة بشكل نهائي بالفعل على استاد عفي قطر يوم 22 ديسمبر المباراة ممكن تتلاعب في احدى الملعب المنديالية اللي التصديف حاليا المباراة تكاسي في فل العرب الناس تقول ليه تقول حتى الان ليه بقول حتى الان اول جزئية بس المباراة والبطولة يوم 22 ديسمبر في استاد جاسم بن حمد ولكن ممكن بسبب الحضور الجماهيري الكبير تتنقل استاد احمد بن علي استاد نادر ريان احدى الملعب المنديالية اللي بتصديف حاليا كأس فيفا للعرب ممكن تتلاعب عليها مباراة الاهل ورجاء ولكن من مصادرنا في الاتحاد الافريقي خلال الدقائق الاخيرة او اللحظات الاخيرة تم اختارنا بفكرة ان النادي الرجاء المغربي عنده اعتراض على فكرة تحديد المعاد خلال هذه الفترة يوم 22 ديسمبر في الدوحة ليه بيقولوا ان المجال الجو حاليا في المغرب مغلق وهيكون فيه صعوبة في الصفر بسبب الاجراءات الاحترازية وبسبب اجراءات كورونا وبسبب التحور الجديد الموجود في فيروس كورونا ايميكرون خلال هذه الفترة وبالتالي هيكون فيه صعوبة انهم يسفروا عشان يلعبوا لقاء السوبر في الدوحة مع النادي الاهل يوم 22 ديسمبر ده خبر جديد ويمكن خلال ساعات او خلال لحظات هتلقوه متداول دايما او متداول من خلال المواقع الرديع والسوشيال ميديا لانه ده خطاب رسم اتبعت من نادي الرجاء الى الاتحاد الافريقي بيطلبوا تأجيل الموعد بسبب غلق المجال الجوي وفي صعوبة في الصفر خلال الفترة اللي جاية الموقف هيكون ايه الفترة الجاية مش عارفين لكن اللي اكلمكم على الموقف الرسم لغاية اللحظة دي ان المباراة يوم 22 ديسمبر في الدوحة على استاذ جاسم بن حمد واذا تقرر اقامة المباراة في نفس الموعد ممكن تتنقل استاذ احمد بن علي في نادي الريان طبعا استاذ بيسعى الاربعين الف متفرج والمباراة بحضور جمهور فبنسبة كبيرة جدا مش هيحضر اقل من 20-30 الف فالافضل تتلاقي في استاذ احمد بن علي ده موقف لقاء السوبر الافريقي الالي لحق ان هو يقيد سبع لعيبة بعد فتح القيد الاستثنائي بس اللعيبة اللي هتتأيد لازم تكون موجودة في القايمة المحلية يعني نفترض لو الالي مثلا عايز يجيب صفقة في يناير وعايز اقيدها في اللقاء السوبر الافريقي لا ما ينفعش لازم تأيد من القايمة المحلية اللي موجودة حاليا كلنا عارفين ان فيه ستة لعيبة انضموا بعد غلق باب القيد الافريقي فممكن تختار من الستة او تأيد الستة ولكن لما تيجي الشهر يناير مع انطلاق مرحلة دوري المجموعات في شهر فبراير هيكون لك الحق انك تأيد لاعب واحد فقط هل بيتسو هيأيد الستة؟ هل هيأيد تلاتة اربعة؟ ده هنشوف الفترة الجاية مع فتح باب القيد يوم 15 ديسمبر ده اول جزئية متعلقة بلقاء السوبر الافريقي وده ما احنا معاودينكم بنقولكم كل الجديد في كل الملفات المتعلقة بهذه المباراة اللي اتنقلت وترحلت قزة مرة مرة تتلعب في 12 لا اتنقلت لشهر فبراير لا شهر فبراير فيه احداث كتيرة فمش هيبقى فيه وقت تتلعب نرجع تاني لديسمبر لا بلاش 24 خلاه 22 دلوقتي الرجاب يقول انا عندي صعوبة في الصفر فبطلب تأجيلها لمعاد اخر في البداية العام القادم هنشوف الموقف خلال الفترة لجالك الاهلي بالتأكيد بيستعد خلال هذه الفترة للقاء السوبر بعد ارسال خطاب رسمي بالامس بتحديد موعد المباراة طيب الجزء التاني